والأهلي بالتأكيد بيستعد لي كاس السوبر ومباراة بفطولة وأخيرا الحمد لله المباراة تحدد معادها يوم 22 ديسمبر على ملعب أحمد بن علي بيسعى الـ 40 ألف متفرج وهي المباراة تكون الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة وأخيرا نادي الرجاء كمان التزم بالمعاد وأعلن أنه هيسافر يوم الجمعة عقم مباراة ليه في الدوري استعدادا لهذه المباراة النهاردة كان فيه تدريبات للفريق تدريبات صباحية استعدادا للمرحلة القادمة وكان فيه راحة سلبية أخدها اللعيبة مباراة كانت مدتها 24 ساعة بس وبيتسو مسماني عقد محاضرة النهاردة مع كل اللعيبة قبل انتراك المران الجماعي وتدريبات بدنية مكسفة العدد داميل اللعيبة خلال الفترة اللي جاية وفيه فقرات معينة تدريبية أو فقرات فنية عملها بيتسو مسماني في مران اليوم قدامكم طبعا على الشاشة محمد هاني وبرستاو وأليو ديانج وأيضا كمان رامي ربيع الكابتن سامي أمصان طاهر محمد طاهر هو قدامنا حتى وفي التدريبات الجماعية اللي فيه قبل بداية مران قدامنا تصعيد عدد من لعبي قطاع الناشئين موجودة هو كابيلو مخطط الأحمال ومسم وحل الأداء ونقدر نقول خلاص كل العناصر اكتملت بالنسبة للجهاز الفني كريم فؤاد اللي ظهر بشكل طيب في المباراة الودية وليد سليمان اللي دخل في جزء من مباراة طلاعي الجيش الودية وعليو ديانج إن شاء الله اللي هيكون من الركائز والعناصر الأساسية في لقاء السوبر طيب بكرة إن شاء الله الأربع في مسحة طبية للفريق لأن خلاص الفريق تحدد معات صفر هيكون يوم إلا الجمعة فلازم تعمل مسحة قبل الصفر بـ 48 ساعة ضمن البروتوكول الطبي لمباراة السوبر الإفريقي واللي بيحدده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طيب دكتور أحمد أبو عابلة طبيب فريق النادي الآلي النهاردة كان ليه تصريح أنا شايفه مهم جدا وجاي في توقيت مهم في ظل إن في حالة إصابات عديدة في صفوف الفريق عندك مثلا إصابة محمود متولي عندك مثلا في إصابة حمد فتحي مع منتخبنا الوطني يعني معلول عايزين نتطمن عليه الساعات اللي جاية ونشوفها هيقدر يلعمتش مصر ولا لأ محمد الشناو كحارس مارمة من برح ما تمرنش المران الجماعي عندك كمان يعني أكتر من إصابة فيه كمان أحمد عبدالقادر ممكن ما يلحقش لقاء السوبر فكل دي إصابات يعني ممكن تكون مؤسرة على الفريق لكن فيه يعني حاجة كده مبشرة النهاردة من تصرحات دكتور أحمد أبو عابلة على حالة أيمن أشرف قال لدكتور أحمد إن أيمن أشرف بدأ مرحلة جديدة من التأهيل وهيبدأ تدريبات الجري حول الملعب وفقا للبرنامج التأهيل المحدد له من الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني ودي مؤشر أو حاجة إيجابية أن أيمن أشرف ابتدت حالته تتحسن خلال الفترة الأخيرة خاصة أن الإصابة التي تعرض لها بجزع في الرباط الداخلي للرجبة معناها أن الإصابة دي ممكن تخليه يغيب شهر أو شهر ونص والكلام كان حتى في البداية أنه ممكن ما يلحقش كاس الأمم الإفريقية لكن معنا أن المرحلة التانية من العلاجة تبدأ بكرة بالجري حول الملعب في مؤشر كده إن شاء الله الفترة الجهة ممكن يلحق لقاء السوبر والمباراة القادمة للنادي الأهلي سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الإفريقية عموماً دي استعدادات الأهلي يوم الجمعة الفريقة هيسافر أي أن كان منتخبنا الوطني ناتجته غداً سواء بالفوز أو لقدر للخسارة لسه عنده مباراة تانية ومسابت وكل لعيبة النادي الأهلي تنضم بقى لمعسكر الأهلي في الدوحة في اليوم التالي إن شاء الله يوم الأحد استعداد للقاء السوبر يوم الأربع اللي جاي زي بكرة إن شاء الله الساعة 7 بتوقيت القاهر ده كان كل الجديد والأخبار المهمة الخاصة بالمرحلة القادمة سواء كاس أمم كاس عالم أندية والاستعداد للقاء السوبر الإفريقي أخرج لفاصل وبعد الفاصل نوصل مع حضركم باقي فقرات برنامج التريند